وده عن مانع الإعلانات أنا عايزك تبص كده شوية على مانع الإعلانات وإضافة مانع الإعلانات اللي موجودة عندك في المتصفح عشان قريب جداً حتودعها موقعين من أكبر مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت أول واحد وأنا بتصفح عادي على الكمبيوتر وطبعاً المانع الإعلانات متثبت على المتصفح عشان أنا مش عايز أشوف الإعلانات بتاعة الفيسبوك تاني لأنني هنا دلوقتي بتكلم عن الفيسبوك وإذا فجأة ألاقي المتصفح في حاجة غريبة لا الصفحة الرئيسية بتظهر ولا في أي بوستات بتظهر عمال أعمل ريفريش وغير المتصفح وبرضو الصفحة ما بتفتحش نهائي مسحت الكوكز ثبت المتصفح من أول وجديد وبرضو قلت كده دي في مشكلة في المتصفح نفسه شكيت في حاجة في لحظة إن مانع الإعلانات ممكن يكون هو السبب وبالفعل أفلت الإضافات بتاعة مانع الإعلانات عندي ولاقي الموقع يشتغل أجي على المتصفح الثاني وأعمل نفس الطريقة ولاقي الموقع يشتغل قلت بس كده فيسبوك بدأ يحارب مانع إعلانات وأول ما بيشوف مانع إعلان بيضيع لك الدنيا كلها أو بيظهر ليه مانع الإعلانات إن كل البوستات أصلا إعلانات فبييجي مانع إعلانات فبيروح قافل كل البوستات اللي بتظهر لك وبيبقى الموقع ولا كأنه شغال طبعا أنا دلوقتي بصور الحلقة أو شوف بص تاريخ الحلقة عشان ممكن تيجي بعد كده تلاقي مانع الإعلانات شغال عادي ده مش زنبي على فكرة كده في إضافة مانع الإعلانات تتحدثت أو فيسبوك خبل موضوع شوية أو وقف موضوع مانع الإعلانات الموقع التاني وخبر جديد عن اليوتيوب نفسه إن هو بدأ يحارب مانع الإعلانات لكن هو بطريقته بقى بدأ يظهر لبعض المستخدمين إن هو يا فندم حضرتك بتستخدم مانع الإعلانات ويعني لو سمحت اقفل مانع الإعلانات عشان تقدر تشوف المحتوى أو روح اشترك في النسخة البريميوم أو المدفوعة عشان برضو تدعم صانع المحتوى إن هو يكمل وينشئ المحتوى ولاحظنا برضو في الأيام اللي فاتت إن تطبيقات اللي هي اليوتيوب المعدلة بعضها بدأ يقف وبقت الناس مضطرة إن هي تروح للسخ أحدث والكلام ده كله حوارات وتطبيقات معدلة ولف من هنا وجيب تطبيق الميكرو جي اللي هو بنزلك الأكاونت جوجل على التطبيق اللف والدوران ده كله عشان في الآخر بتثبت التطبيق اللي مفهوش مانع الإعلانات فاحنا كده في خلاص الفترة اللي جاية مش عارفين هل المواقع كلها هتبدأ إن هي فعلا تاخد قرار عدم منع الإعلانات عن المتصفح وهيبقى بقى في حرب على الإضافات دي وبما إن جوجل برضو عندها متصفح الجوجل كروم فهي تقدر إن هي تحزف الإضافات دي وتعتبرها بقى مخالفة لشروط جوجل فجأة هل هيحصل الموضوع ده ولا شايف إن المستقبل حيروح فين؟ بموضوع الإعلانات وهل أنت شايف برضو كمنشئ محتوى على اليوتيوب هل من حق المشاهد إن هو يمنع الإعلانات عنده وإنت كده كصانع محتوى بتخسر يوم عن يوم وقل لي رأيك في التعليقات هل أنت مع منع الإعلانات ولا لا؟ ولو أنت منشئ محتوى هل أنت مع منع المشاهد للإعلانات خصوصا إذا كانت ده المصدر الرئيسي اللي بيخليك تقدر تكمل إنشاء محتوى على اليوتيوب وبنسبة اليوتيوب تقدر تشوف حلقة أنا كنت اكلمت فيها إزاي تشغل اليوتيوب في الخلفية بطرية رسمية بمتصفح رسمي من مدجر جوجل بلاي ومن غير تطبيقات معدلة عملتها في الحلقة الموجودة هنا ترجمة نانسي قنقر